اشتركوا في القناة ذكرت هذه الحادثة كالآتي عن أساس ابن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنت لرسول الله ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان ثم قال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله قال فانزل قال فنزل في قبرها وفي رواية لا يدخل القبر رجل قارف أهله فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر هل صحيح بأن عثمان رضي الله عنه تعالى وأرضاه جمع جريته في ليلة دفن بنت رسول الله ولماذا أبعد رسول الله عثمان بن عفان عن قبر بنته ليلة دفنها وأن لموت معاوية بن المغيرة بن العص علاقة بموت بنت رسول الله في واحد بعد سؤال من الرسول لما بنته ميتت كان قاعد يبكي وطلب من المعوجودين مين فيهم لم يقارف الليلة ويقارف يعني يجامع علشان ينزل مع بنته القبر علشان يدفنها فأبو طلحة قال له أنا فبيسأل ليه جوزها عثمان منزلش القبر معيها وهل صحيح أنه جمع جريته في ليلة دفن بنت الرسول ومع علاقة معاوية ابن المغيرة بموت بنت الرسول واللي الإجابة طويلة جدا أنا هسيب سؤال علاقة موت معاوية ابن المغيرة بموت بنت الرسول علشان وقت الحلقة والإجابة أنه ماروش علاقة يعني ونشوف الإجابة بتقول إيه روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله قال ورسول الله جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها روى أحمد ولفظه لا يدخل القبر رجل قارف أهله فلم يدخل عثمان ابن عفان القبر وقال الحفظ بن حجر في فتح الباري لم يقارف عن فليح قال أراه يعني الزنب وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة وبه جذب ابن حزم وقعد يقولي ويقويه في رواية ثابت المذكور بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله الباريحة فتنحى عثمان وهنا أنا بيقول يعني أن الرسول كان بيسأل مين فيكم لم يجامع الليلة عشان ينزل مع بنته والحياة الموضوع ده غريب جدا هو أنتو عند المدافن يعني بتسأله السؤال ده مين هيدفن أمه أو بنته أو مراته أو أي حد من الستات قريبكو يعني هل أنتو بتعودوا عند القبر وتقول آه مين نعاردة ما جماش عشان يدخل معها القبر ما اعتقدش يعني لكن نكامل الإجابة ونشوف والعلا في ذلك أن نزول الإنسان القبر لدفن الميت لا ينسبه أن يكون حديث عهد بالجماعة فإنه لا يأمن أن يتذكر شيئا من ذلك وهو في القبر والحال حال خشوع والتذكر للموت وما بعده فلا يناسبه التفكر في شأن متاع الدنيا وهنا بيقول أصلاً لما الواحد ينزل يدفن واحدة ست وهو حديث عهد بالجماعة الشيطان ممكن يفكره وأنا هنا بسأل يا جماعة والموت طبعاً يعني ليه رهبة في حد ذاته يعني فهل في حد في جنازة ممكن أصلاً يفكر في الجماعة فما بالك وهو نازل يدفن واحدة طيب أبوها منزلش معها ليه؟ ليه؟ هل هو ممكن أبوها كان هيفكر يعني في الجماعة اللي كان بيعمله وممكن يشتهي بنته الميتة يعني أو يفتكر الحاجات دي كان حديث عهد بالجماعة وممكن يفكر الشيطان بالجماعة يعني مع نساءه ولا الرسول لازم يدخل النكاح يعني في كل حاجة وهو بيدفن بنته حتى وهو بيدفن بنته لازم يدخل موضوع النكاح وكمان اللي أنا أعرفه إن اللي لازم يدفن لازم يكون من محارمها من أبو طرح داع لشان ينزل يدفن بنت الرسول نكمل الإجابة فكيف بشيء من أقوى ملازها وشهوتها قال ابن الجوزي رحمه الله يقال قرف الرجل أمرأة إسجاماها والقريب العهد بالشيء يتذكره فلهذا طلب من لم يقرب عهده بذلك قال الحفظ بن حجر وفي هذا الحديث إصار البعيد العهد عن الملاز في موارات الميت ولو كان وامرأة على الأب والزوج وعلل لزالج بعضهم بأنه حينأز يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة يبقى فيه ناس عللت ويقول لنا كده أن علل لزالج بعضهم بأنه حينأز يأمن أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة وأنا أفترض جدل أن أصمان ذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة طب يعني إيه اللي هيحصل دي ميتة بتدفن يعني مثلا هيشتهيها والجامحة وهي ميتة يعني وهو بيدفنها وأنا بشوف بصراحة الكلام دعيب جدا للكتف القدوم وخلينا نكمل الإجابة وقيل خشى صلى الله عليه وسلم أن نزل أن يتذكر شيئا فيوظهر من إتيان بكمال المندوبات التي تفعل بالميت في القبر في رأي تاني قال أن الرسول خاف أنه يفتكر الجماع فيجيله زهول فما يعرفش يدفن على فكرة أنا يعني متأكدة أنه ما فيش ولا مسلم بيعمل كده أنه بيسأل وهو بنزل القبر وهو بيدفن حد أو بيسأل قبل ما حد يدفن هو أنت جماعة الليلة ولا 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 لأ يعني مش بيسأل السؤال ده طيب سؤال ليه الرسول للإسلام ما نزلش خاف يفتكر الجماع برضه وبنته ميتة وخلينا نكمل الإجابة تلك الليلة فكيف يفعل ذلك وزوجته في الموت قيل ليس في الخبر دليل على أن هذا قد وقع من عثمان رضي الله عنه بعد ما ماتت زوجته ببل ولا حين علمه باحتضارها قال الحفظ بن حجر يجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة وليس في الخبر ما يقتضي أنها وقع بعد موتها ببل ولا حين احتضارها ولا علم عند الله يبقى عدم دخول عثمان القبر بيأكد أنه جامع تلك الليلة فبيسأله إزاي يعمل كده ومراته ميتة وكاية الإجابة أنه جامع جاريته وهو أصلا ما يعرفش أنه مراته بتحتضر وأنه ما يعرفش أنها كانت هتموت يعني حتى في الليلة دي يبقى السؤال قائم اللي أنا أسيبه معاكم ليه الرسول ما نزلش مع بنته ويدفنها هل خاف أن الشطان يفكره وهو بيتوف على نسائه التسع بوصل واحد وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم